موسيقى مشاهدين القرام مشاهدي قناة الحياة سلام المسيح يملأ قلوبكم أرحب بكم في الحلقة التاسعة من برنامج الدليل وهي بعنوان الميثاق الإلهي فيها سنتكلم عن الخلاص وهل له علاقة بالزبائح الحيوانية متى بدأ ومتى انتهى تقديم الزبائح وسنرى إن كان هناك أنبياء أو من رجال الله من قدم زبيحا هذا من الجانب المسيحي أي من الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد أما إسلاميا فسنعرف من المراجع الإسلامية إن كان هناك وجود للزبائح أم لا فإن كانت موجودة إذن لا بد لنا أن نسأل أين الإسلام من هذه الزبائح أشجعكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا عبر الإيميل وكذلك ننتظر مكالماتكم وأشكركم مقدمة دعوني الآن أرحب إياكم بضيف الحلقة الأخ واحد واحد أهلا وسأهلا بكم أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع حلقتنا المساق الإلهي لو تسمح تدين تعريف يعني أي المساق الإلهي؟ المساق الإلهي يعني العهد الإلهي الذي أقامه السيد الرب مع الإنسان عشان كذا الكتاب المقدس بينقسم إلى قسمين العهد القديم والعهد الجديد بعض الناس بيفتكروا أن كلمة العهد يعني الزمن الزمن القديم والزمن الجديد لكن كلمة العهد هنا لا تعني الزمن ولكن تعني المعاهدة المساق القديم والمساق الجديد وكلا الميثاقين قائم على الدم فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة ففي العهد القديم العهد قائم على دم الزبائح الحيوانية التي كانت تكفر عن خطايا الإنسان وفي العهد الجديد قائم على دماء المسيح الكفارية التي تغفر خطايا كل من يقبل المسيح فاديا ومخلصا إذن عودة لسؤالك كلمة ميثاق أو عهد وليس زمن عهد ولكن معاهدة أقامها الرب الإله مع الإنسان قائم على الدم والزبائح الحيوانية في العهد القديم تشير إلى دماء السيد المسيح في العهد الجديد صحيح وكانت رمزا وكانت تمارس إلى أن يأتي ذلك الكامل شخص المسيح له كل المجد فدماءه وحدها هي التي تعطي الإنسان القيامة والحياة من الموت مجددا طيب أنت قلت أنه العهد قائم على الدم صحيح في إثبات من الكتاب المقدس برنامجنا الدليل في إثبات من الكتاب المقدس أنه العهد قائم على الدم تمام بكل تأكيد بداية أنا حابب بس أذكر أنه كلمة عهد أيضا وردت في الكتاب المقدس فاسمحي لي أقدم كلمة عهد وبعد ذلك أشير إلى أن الخلاص قائم على الدم في إرمياء 31-31 يقول الوحي الإلهي ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوزة عهدا جديدا الآيات رائعة جدا لأنه هنا نحن في العهد القديم ونبوء عن العهد الجديد في سفر إرمياء إرمياء في العهد القديم حوالي سبعة قرون قبل ميلاد المسيح يتكلم عن العهد الجديد عهد المسيح القائم على دماء المسيح وأن هذا العهد له معاد وله وقت وهو أيضا ضمن خطة الله إذا بداية هذه طبعا سأنتقي بعض الآيات لأن الآيات كثيرة في عبرانين 9 تحديدا الآية 1-15 يقول ثم العهد الأول الأول يعني القديم كان له أيضا فرائد خدمة والقدس العالمي ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد أي المسيح لكي يكون المدعوون إذا صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول العهد القديم ينالون وعد الميراث الأبدي فهنا بنشوف أنه إذا كلمة عهد مش اخترع المسيحيين من دماغهم دي موجودة في الكتاب المقدس يعني كنت مرة أسمع الشيخ أحمد ديدات ويقول أتحدى مسيحي يخرج لي كلمة عهد من الكتاب المقدس أنتم ألفتموها طبعا الكتاب المقدس يعني يشهد عن العقيدة التي فيه الآن وجدنا في العهد القديم نبوء عن العهد الجديد وفي العهد الجديد يتكلم عن العهد الأول أو العهد القديم ويسميهم العهد الأول والعهد الجديد تماما العهد القديم والعهد الجديد طيب إثبات أن العهد قائم على الدم تماما في سفر الخروج لو انتقلنا إلى سفر الخروج ونشوف العهد الذي أقامه الرب مع شعب إسرائيل فحنقر في سفر الخروج أربعة وعشرين تمانية وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال يبقى في العهد القديم في عهد قائم وهذا العهد قائم على الدم وليس بدون دم جاء الأحباء المسلمون بعد ذلك وقالوا أن ديانتهم من السماء ثم رفضوا كل هذا الكتاب بعهديه القائمين أساسا على الدم ثم ابتكروا أمرا جديدا وهو أنك تعمل لتخلص تعمل لتنال الخلاص بينما الكتاب المقدس واضح في هذا الأمر يبرز الدماء الشيء الأساسي للكفارة إذن دفي العهد القديم في سفر الخروج في العهد الجديد في بشارة القديس متى 26 آية 28 ومرقص 14 24 كلام الرب يسوع يقول الرب يسوع نفسه السيد المسيح لأن هذا هو الدمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا فهنا السيد المسيح يتكلم عن العهد الجديد الذي تكلم عنه إرمياء قبل مئات السنين من السيد المسيح الجملة الآية التي ذكرناها منذ قليل وهو يتنبأ عن العهد الجديد هنا يقول السيد المسيح هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي سيسفك لا بد أن يسفك لمغفرة خطايا كثيرين وكثيرين هنا إشارة إلى كل الذين سيقبلوا شخص السيد المسيح له كل المجد إذن الكتاب المقدس فيه كلمة العهد العهد الأول العهد القديم والعهد الجديد بل أن العهد قائم على الدم في العهد القديم المعاهدة القديمة والمعاهدة الجديدة عن طريق الرب يسوع له كل المجد كويس اكتفت بآيات؟ نعم طيب التكفير عن الخطايا بالدم صحيح ليه بالدم؟ ليه مش بأي حاجة تانية؟ لأن الدم يعادل النفس لأن الدم يعادل الحياة النهاردة لما بنتبح حيوان بمجرد ما يخرج دمه يفقد حياته فأصبح الدم يعادل النفس يعادل النفس نفس هذا الكائن وده وارد في الكتاب المقدس بالنص وخلينا أقدم بعض الآيات من كتابنا المقدس في سفر اللاويين 17 والآيات 11 و 14 يقول لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه يعني الدم أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس لأن نفس كل جسد هي دمه فهنا إذا الكتاب المقدس واضح لماذا التكفير بالدم؟ لأن الدم يعادل النفس حتى الإنسان إذا ما فقد كل دمه فكيف سيعيش النفس النفس في الدم مخزونة وهنا لا تكلم عن الروح الروح هي نفخة القديرة تكلم عن النفس فالإنسان روح ونفس وجسد فالنفس في الدم يفقد الإنسان نفسه وبالتالي تفارق الروح الجسد لأنه لم يعد الجسد صالح للحياة قد تعطل فإذا عندنا نصوص واضحة في الكتاب المقدس أضيف في سفر التسنية إطناشر ثلاثة وعشرين يقول الوحي الإلهي لشعبه لشعب إسرائيل في ذلك الوقت لكن احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم هو النفس فلا تأكل النفس مع اللحم يعني شوف هذا في العهد القديم ممنوع أكل الدم لأن الدم النفس في الدم وفي العهد الجديد آية صريحة في أول مجمع لتلاميذ الرب يسوع في أرشليم ومنع أكل الدم والسبب لماذا معلوم الأحباء المسلمون جاءوا فأخذوا من الكتاب المقدس أنه لازم الدبح حلال فلازم تراق الدماء طيب ليه؟ هو لا يعرف لا يعرف لماذا؟ ليجب أن تراق الدماء فهو مجرد ناقل ينقل ولكن حينما يسأل لماذا هو ليس لديه الإجابة الشافية هنا الكتاب المقدس يقدم الإجابة الشافية أن النفس موجودة في الدم فلا تأكل النفس التي هي في الدم فلا تأكل الدم لأن فيها النفس طيب ليه لا أكلش النفس؟ في ضرر يعني؟ هل في ضرر أننا ما أأكل الدم اللي فيه النفس؟ هو ببساطة لأن النفس ملك لله النفس ليس ملك الأحد ليس من حق أن أأكل النفس التي خلقها الله الرب أعطانا أن نأكل جسد الحيوان لكن هذه النفس عطية القدير ليس من حق أن أأكلها هي ملك لذلك الإله وحده إضافة إلى ذلك حينما يأكل الإنسان هذه النفس الحيوانية ومع الوقت يصبح إنسان طبيعة وتميل إلى الحيوانية أكثر شهواني أكثر غرائز وغرائز حيوانية أكثر بينما حينما يزكي الروح عنده يصبح إنسان روحاني ولذلك مرع الوحي الإلهي أكل الدم لأن فيه النفس والنفس ملك للرب وحتى لا تصبح غرائزنا حيوانية طيب بالنسبة لي يعني الإنسان بيزبح حيوان عشان يكفر عن خطيط ويحمل الموت بدل منه نعم يعني الإنسان تاج الخليقة في نفخة الله يعني الله أحبه هو صورة الله هل بتساوي حياة الإنسان حياة الحيواني اللي هيصبح لأجله طيب وعلشان كده وعلشان أنها لا تساوي لم تستطع هذه الزبائح الحيوانية أن ترفع الموت عن الإنسان ظل الموت على الإنسان إلى أن جاء المسيح لذلك ظلت الزبائح الحيوانية فقط الدماء للتكفير وفي ذات الوقت هي تعطي عربون التكفير إلى أن يأتي الكامل الذي يعطي التكفير الكامل فهي كانت رمز فقط إلى أن يأتي السيد المسيح هل نقدر نسميها في فترة انتقالية فترة مؤقتة لحد ما يجي المسيح لأن الأصل هو المسيح تماما الكتاب ذكر هذه الجزئية وقال أن ناموس كان مؤدبا إلى المسيح وقال في عبرانين إلى أن يأتي وقت الإصلاح إصلاح الكمال السمو بهذه الزبائح الحيوانية اللي ترتقي فإذن هي لا تعادل ولذلك لم تستطع أن تحيي الإنسان وإلا لماذا جاء المسيح فإن كانت تعطي قيامة من الموت خلص لكنا اكتفينا بالزبائح الحيوانية ولما جاء السيد المسيح ولكن الإنسان يعادل الإنسان وأنا سأقدم نصوص من الكتاب المقدس ربما المشاهد يستفيد معنا في هذه الجزئية في سفر التكوين بداية التكوين بداية الوعي الإنساني بعد أن خرج نوح من الفلك هو وأولاده قال الوحي الإلهي في خمسة وستة وأطلبوا أنا دمكم لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه ومن يد الإنسان أطلبوا نفس الإنسان خلي بالك عزيزي المشاهد من يد الإنسان أخيه سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان يعني لو في إنسان دم سفك العدالة الإلهية تطالب إن كان قاتلا عمدا وليس عنسه لأن عنسه هناك شريعة أخرى ولها مدن الملجأ ويمكن أن أشرحها مرة أخرى ولكن إن كان قاصدا متعمدا فالعدالة الإلهية تطالب البشر أن يقتص من القاتل لأن حتى يرفع هذا العقاب هذه اللعنة على هؤلاء الناس لا بد أن يأخذ العدل مجرى وأنا أريد أن أشير بآية ثانية مهمة جدا في سفر العدل 35 ده في شريعة موسى 33 وحابب الأحباء يتابعوني خاصة المسؤولين في كل دولة اسمعوا هذا الكلام جيدا يقول لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها لأن الدم يدنس الأرض وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه هذا كلام خطير جدا التغاضي عن المجرمين تشجيع المجرمين حينما يقتل إنسان مسيحي أو مسلم بالظل تكون هناك اللعنة على الأرض وقد دنست هذه الأرض وهناك عقوبات على هذه الأرض فحتى تنجح أرضكم وحتى تنجح بلادكم لا بد أن يكون هناك عدل فيجب أن يحاكم القاتل محاكمة عادلة حتى تأتي البركات الإلهية من هذه النصص نكتشف أنه لا يعادل الإنسان إلا دم إنسان آخر ولكن الحيوانات الزرائحة الحيوانية التي كانت تزبح هي مجرد تكفير خطايا عربون الغفران إلى أن يأتي الكامل شخص المسيح له كل المجد فكانت موضوعة هذه الأشياء إلى وقت الكمال في شخص المسيح طيب إذا إحنا يعني أنت ديتنا من الشريعة الشريعة في عصر موسى يعني الشريعة الإلهية في عصر موسى بس إحنا عايزين نرجع يعني قبل كده عايزين نعرف لو لو سألتك مثلا أول زبيحة كفارية زبحت في تاريخ الإنسان إمتى؟ أول زبيحة كفارية زبحت كان في جنة عدن لأجل آدم طبعا بالنسبة لآدم وحواء حينما ألبس الرب الإله آدم وحواء أقمص من جلد ما كانش في جلد صناعي ألبسهم أقمص من جلد فهناك إذا زبيحة زبحت أخز جلد هذه الزبيحة لكيما يستر الله عري آدم وحواء ولكيما يعرف آدم وحواء أنه بدون سفك دم لن تحدث مغفرة بدون سفك دم ستظل عاري وسأستر عورك من خلال هذا التعليم واستلم آدم هنا الزبيحة وسلمها بعد ذلك لأولاده فإذا أول زبيحة زبحت في الكتاب المقدس في تاريخ الإنسانية كان في جنة عدن حينما أخذ الرب جلد هذا الحيوان وألبسه إلى آدم وحواء وعايز أشير إشارة صغيرة جدا لذلك كان المسيح على الصليب عارياً ليلبسنا سوب بره وسوب قداسته فكل ما حدث في الكتاب المقدس هو الرمز وإشارة واضحة إلى ذلك المخلص لأن الزبيحة تسلخ يسلخ جلدها تماماً لألبسوا أنا لكي ما يكسوني من عري ومن خزي أنا هكذا المسيح له كل المجد ألبسنا سوب بره وسوب قداسته حينما اعتلى عرش الصليب لكي ما يقدم الخلاص للعالم ومن له أزنان للسمع فليسمع طب خليني أسألك يعني كل اللي بيحصل ده الزبائح وزبائح حيوانية وزبيحة الأعظم السيدة المسيح وشرائع يعني بطول التاريخ كل ده عشان آدم أكل من الشجرة تماماً لأن الموضوع ليس مجرد فقط أكل من الشجرة الذي حصل أن طبيعة الإنسان أصبحت طبيعة فاسدة قابلة للفناء الشجرة كانت مجرد هي الوسيلة التي دخل منها الموت إلى العالم الشيطان هو الذي غوى الإنسان الأول وهو يعرف أن تمن العصيان كلمات الرب الإله الواضحة يوم تأكل من هذه الشجرة موتاً تموت فكان آدم خالد وشرحنا الموضوع هذا في حلقات سابقة نعم فبمجرد أن عصى السيد الرب بمجرد أن آدم عصى إلهه سحب هذا الخلود منه موتاً تموت في اللحظة في التو دخل آدم عنصر الموت وفقد خلوده وبدأ الموت من ذلك التاريخ يعمل في آدم فأصبح آدم ثاني هالك بعدين أليس هذا ما وجدناه في القرآن وهم يرفضون هذه العقيدة ألم يصرح آدم في القرآن إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أي الهالكين وعمل إيه آدم ما كل مسلم من الأحباء المسلمين اسألوا نفسكم آدم عمل إيه بس كل من الشجرة طيب آدم في القرآن يعترف أن الأكل من الشجرة سيجعله هالك لا محال إن لم يتدخل الله برحمته أنتم صنفتم الخطايا خطية كبيرة وخطية صغيرة كبائر وصغائر أمام الله لا يوجد ذلك أمام الله العصيان يستوجب الموت فالعالم كل مطالب بالموت وشخص المسيح فقط هو الذي رفع هذا الموت حينما مات في الصليب وقام من الموت في اليوم الثالث وداس الموت بموته وقيامته هذا الذي يعطيك النجام من الموت ولكن ليس مجرد أنك تصوم وتصلي وتزكي وتتوضى وتحج كل هذا لن يعطيك حياة لأنك مطالب أيضا بالموت فآدم في القرآن أيضا يقول ذلك فإذا طبيعة الإنسان تغيرت طبيعة آدم تغيرت طيب عشان يعني نشارك المشاهدين بالدليل من الكتاب المقدس أنه آدم طبيعته تغير بكل سرور أنا أقدم بعض الآيات طبعا لضيق الوقت في سفر التكوين اثنين الآياء خمسة وعشرين قبل السقوط يقول الوحي الإلهي وكانا آدم وحواء كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان ليه مش خجلانين آدم وحواء عفوا في الجنة قبل الخطيئة عريانين تماما والوحي يركز على هذه الجزئة وهما لا يخجلان ليه ما الذي حدث بعد ذلك لأنه الآن هناك الفكر النظيف النقي الطاهر المقدس هناك الضمير الذي ليس فيه شائبة هناك العيون التي ترى بما هو في العقل في الفكر الفكر كل قداسة ونقاء فلا مشكلة لا أحد يرى في الآخر عورة أو مشكلة أو شائبة كان الكل يرابعين نقية طاهرة مقدسة طيب ما الذي حصل نرى في الآيات التالية مباشرة في تكوين ثلاثة سبعة بعد الخطيئة مباشرة يقول الوحي فانفتحت أعينهما وعليما أنهما عريانان فخاطا أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآذر لاحظوا الكلمات هذه فانفتحت علما خاطا فانفتحت أعينهما علما خاطا هي كانت عيونهم مكفولة وكانت عيونهم كويسة وكانوا شايفين لكن هنا يتكلم عن البصير الداخلي إن فتحت أمور أخرى ليه علما لأنه في معلومة جديدة دخلت ولذلك سميت الشجرة الشجرة معرفة الخير والشر لأنه أعطت لآدم معرفة جديدة وخبرة جديدة آدم يعرف الخير ويسلك في الخير حينما كسر الوصية اختبر الشر اختبروا عاشوا فهنا علما لأنه في معرفة جديدة دخلت تغيرت الفكرة تغيرت النظرة تغيرت كل المقاييس الداخلية الطبيعة أصبح الطبيعة فاسدة هالكة وبالتالي دمر الإنسان نفسه من الداخل وأصبحت عيونه ترى ما لم يكن يعرف في البداية فقد القداسة والنقاء والطهارة وأصبح كل شيء مشوش فبالتالي أصبح يرى أن هناك أخطاء وهناك خطية وهناك عورة فبدأ يحل حل مؤقت بأوراق التين ليصنع لنفسه مآذر يستر نفسه بأوراق التين يعني آدم أدرك وفهم أن طبيعته تغيرت طبعا وإلا سنفهم فيما بعد ربما ليس في هذه الحلقة أنا لا أدري متى حسب ما يريد الرب كيف أن آدم أدرك أنه فقد الموت فقد الحياة وأراد أن يأكل من شجرة الحياة ليستعيد خلوده مرة أخرى ولذلك حماه الله حتى لا يعيش في الخطيئة إلى الأبد وهذه جزئية سنشرحها لاحقا آدم أدرك أنه فقد الموت ويعرف أن الله عادل وأدرك أنه الحيوان اللي زبح زبح لأجل تكفير عن خطيطه أو يحمل الموت اللي دخله طبعا لأنه كيف نرى هذا الأمر تسلسل في التاريخ لقد استلم آدم هذا الأمر وسلم إلى أولاده ونرى من مارس في أولاده هذا الأمر الإلهي ونرى بعد ذلك جيل الأباء مارسوا هذا الأمر فإذن واضح جدا أنه آدم فهم الرسالة واستلمها ومارسها ومارسها أيضا أولادهم من بعده طيب سؤال بالنسبة للمآذر هم خطاء أوراق التين نعم ولبسوها صحيح عشان يداروا عوراتهم يعني زجاز لنا التعبير هل ده كان حل بالنسبة لأدم يعني ده كان الحل أنه هو يستر عورته طبعا حسب فهم آدم المتواضع عاوز يحل المشكلة عاوز يحل الخطيئة كلنا كبشر حينما نخطئ ربما نعالج الخطأ بأخطاء أخرى كثيرة على قدر استطاعة آدم حاول أن يحل المشكلة بأن يضع أوراق التين ربما لأن أوراق التين هي أوراق عريضة وكبيرة لأنها تنشف بعد شوية هذه هي مشكلة الإنسان دائما بينظر تحت أقدام حلول مؤقتة حلول ليس لها يعني القوة لتستمر لكن هناك الحلول الإلهية الرب الإله كان عنده حل ليس فقط لستر عورة آدم وحوى الآن ولكن لأجل إعطاهم مرة أخرى الخلود من جديد وكان هذا الأمر واضح في سفر التكوين الأصحاح 3 والآية 21 يقول الوحي الإلهي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما صنع أنت بتخيط أوراق تين أنا حخيط لك أقمصة من جلد وألبسهما هنا بنشوف قبل أن أدخل في موضوع الأقمصة كيف عناية الله ومحبة بالإنسان هذا الإنسان الصاقط الخاطئ المجرم الذي يستحق يستحق لا في نظر الله الأمر ليس كذلك سأعتني به سألبسه لأني أحبه لأن هذا خليقتي وليس ذلك فقط سأدبر له الخلاص في مستقبل الأيام هنا صنع الرب الإله أقمصة هذا هو الزبيحة الأول الذي زبح في جنة عدن زبيحة حيوانية زبحت وعرف آدم وفهمه واستلم من الله كيف يكفر عن خطاياه في المستقبل وأخذ وعدا بمجيء المخلص حينما قال للحية أن نسل المرأة يسحق رأس الحية وهكذا عاش آدم وحوى وفي ذاكرة هذا الخلاص الإلهي مارسوه وانتظروه وأتى المسيح في الوقت المعين المحدد لكيما يخلص الجنس البشري فمن أراد وقبل المسيح أدرك هذا الخلاص العظيم إذن كان لله خطة أفضل من أوراق التين كان له عطية أفضل وهي ليس فقط مجرد أقمصة من جلد ولكن لكي تلبس الجلد ستزبح الحيوان وهنا التكفير عن الخطية فإذن العطية الإلهية عطية متكاملة في التاريخ البشري من من الأنبياء أو رجال الله مارس الزبائح كثير من رجال الله مارسوا الزبائح الحيوانية عفوا وربما أنا أحب أن أبدأ بنوح على أساس أنه بداية عصر جديد وبداية إسمار جديد للبشرية ففي سفر التكوين 8 والآيات 20 وألاحظي أن نوح مسلم عند الأحباء المسلمين نوح مسلم طيب يقول الوحي الإلهي وبنى نوح مذبحا للرب أول جزئية وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح نرى هنا صورة توضيحية لنوح وأولاده ونساء أولاده الثمانية أشخاص الذين بمجرد خروجهم من الفلك أصعد محرقات للسيد الرب محرقات سلامة يعني محرقات سلامة يعني أنهم نجوا من الموت المسيح يشير إلى كل هذه الزبائح ويمكن في مرة من المرات أن نأخذ الزبائح في العهد القديم لأن كل زبيحة لها دور لها إشارة في صليب المسيح له كل المجد فهنا بنشوف نوح طيب عندي سؤال للأحباء المسلمين مش نوح ده مسلم ونوح بيقدم الزبائح وآدي شفنا التكفير أين أنتم من الزبائح الحيوانية للتكفير عن الخطايا فإذا كان نوح مسلم ومارس هذا الأمر طيب أين الإسلام لماذا رفض الإسلام التكفير بالدم ربما يومض هنا وهناك في الإسلام لأنه موجود فكرة الدم موجودة ولكن يتم التعتيم عليها لأن شيطان هدف الأول والأخير أن لا يخلص الإنسان حديك قيم إنسانية حأديك وصايا بن قسين إلهية مغلفة بسلفان تبدو إلهية ولكن سأضع السنف داخلها إذن إذا كان نوح أدين أنت بتسأليني هل في رجال الله من مارس الزبائح من من رجال الله لم يمارس الزبائح من كلهم مارسوا هذه الزبائح فإن كان الأحباء المسلمون يؤمنون أن آدم مسلم وأن نوح مسلم وأن موسى مسلم طيب أين أنتم من هؤلاء المسلمين ولا إسلام غير إسلام ولا إسلام هم غير الإسلام اللي أنتم عارفينه النهاردة ولا هي مجرد شعار أجوف لا علاقة له بالحقيقة إذن بداية لدينا نوح لدينا شخص آخر لدينا مثلا في سفر التكوين 12 أبونا إبراهيم وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له وهنا بنشوف برضو أبونا إبراهيم بنى مذبحه وعنده المحرقة بتاعته بيقدمه شوفي المذبح وحينما أقول المذبح فأنا أقصد المذبح والزبيحة معا لأنه لا يوجد مذبح بدون زبيحة رافق الآباء أينما كانوا كل الآباء رافقهم المذبح أينما ذهبوا وتنقلوا من مكان إلى مكان كان هناك المذبح والآن إحنا قدامنا قدامنا نوح مسلم وإبراهيم إبراهيم ده مسلم طيب هذا إبراهيم يمارس الذبائح وفهم التكفير موجود التكفير بالدم فإن كان إبراهيم مارس هذا الأمر والأحباء المسلمون يقولون أنه مسلم طيب أين أنتم من هذا الإسلام بس هو مش إبراهيم زبح في الإسلام صحيح يعني زبح في الإسلام وأي زبيح يعني أنا أحب أن أشير إلى الصفات يعني موضوع الصفات الصفات عفوا صورة الصفات ونقرأ ما هو مكتوب في هذه الصورة تحديدا وإنه لعجب أن يتغافل الأحباء المسلمين وأنا هنا بصراحة بوجه قبل أن أقرأ كلمة للأحباء المسلمين المهتمين بخلاصه المهتمين بالبحث اللي عاوز يفتش اللي عاوز يبحث أرجوك فكر في هذه النصوص جيدا لأنه أعتقد وأنا كل ما كررتها وأكررها خلاصك يستحق أن تتعب من أجله لأنه ماذا بعد الخلاص ماذا بعد هذه الحياة توجد حياة أخرى يجب أن تعمل لها لأنها هي الباقية طيب أنا سأقرأ النص في الصفات النص من 103 إلى 110 فلما أسلم وتله للجبين وتله للجبين نعم إبراهيم وابنه ابنه إسحاق طبعا هم بيقولوا إسماعيل مع أن عدد ضخم من المسلمين جهابزة وسنفرد لذلك بحثا خاص قالوا أنه إسحاق ولكن حتى الآن نقول ابن إبراهيم فإبراهيم وابنه نعم وتله للجبين يعني أن إسحاق حسب ما بتقول المراجع الإسلامية قال لابي حتى لا أخاف من السكين فإقلب وجهي فقلب وجهه ليزبحه من عنقه فتله للجبين يعني قلب وجه إسحاق السؤال هل قلب وجهه على الأرض أم كان هناك مذبحا وضع عليه إبراهيم ابنه هذا السؤال يجب أن يجاوب عليه الأحباء المسلمين أين وضع إبراهيم ابنه على الرمل كذا وكفه وشه على الرمل ولا كما يقول الوحي الإله في التوراة أنه بنى مذبحا ورتبى حطبا ثم وضع إسحاق على الحطب لأنه زبيحة والزبيحة في ذلك الوقت تزبح وتحرق بتمامها إلى الله وهناك شهادات إسلامية عن ذلك وسأقدمها حسب الوقت إما في هذه الحلقة أو إذا شاء الرب وعشنا في الحلقات القادمة دعيني أكمل لو سمحت فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين الآن هناك عدة أسئلة في هذا التعبير وفديناه بذبح عظيم يعني إيه هو أولا كان الزبح العظيم ده الزبح العظيم مفروض كبش وهل الكبش يلقب بعظيم مجرد كبش لكن هناك سؤال أهم من ذلك أو أضخم من ذلك الآن حسب المفهوم الإسلامي وأنا عايز الأحباء المسلمين والشيوخ بالذات ركزوا معايا في هذه الجزئية أن هذا ابتلاء من الله ابتلاء عندنا في المسيحية يعني امتحان امتحان من الله لإبراهيم طيب امتحن الله إبراهيم ونجح إبراهيم وضع ابنه ومسك الشفرة ليزبح ابنه وفي بعض المراجع أنه أساسا مشى الشفرة على ابنه ولكنها لم تعمل كويس؟ إذن إبراهيم نجح نأتي إلى ابن إبراهيم ابن إبراهيم تقبل الأمر ونجح نجح في الامتحان طيب لماذا فديته؟ فديته من إيه؟ لماذا يرد هنا فكر الفداء؟ إذا كان الاثنين نجحوا في الامتحان وانتهى الموضوع ممتازين جدا فإذا أنت فديت من ولماذا؟ وهذا السؤال الكبير الذي أقدم للأحباء المسلمين أليس هذا عجب؟ طبعا لأنه هنا دلوقت قدامنا إبراهيم نجح في الاختبار ابنه نجح في الاختبار وبعد ذلك هناك كبش وضعه إبراهيم وفديناه بزبح عظيم وذبحوا إبراهيم طيب السؤال اللي أنا أكرره فداه من إيه؟ من الموت؟ وهل أنتو عنديكم فداء من الموت بزبيحة كفارية؟ طب لما عنديكم ده في القرآن لماذا لا تلتفت له؟ إذا كان تم فداء ابن إبراهيم بزبح عظيم فديناه شوفي مفهوم الفداء يعني ابن إبراهيم المفروض حيموت يعني حيز بحيموت تشال إسحاق أو تشال ابن إبراهيم وتحط الزبيح الثاني البديل البديل إذن هناك كائن حل محل كائن آخر إذن هناك فداء إذن هذا الكبش فدى ابن إبراهيم الكلمات واضحة فديناه بزبح عظيم وإلا ما معنى كلمة فديناه بزبح عظيم إذن جاوبوا على هذا السؤال وإن كان هذا نجح في الاختبار وهذا نجح في الاختبار إذن لماذا الزبح العظيم ليه فديته مع أنه عندنا إحنا في التوراة الموضوع واضح أنه إبراهيم حينما أراد أن يذبح ابنه قال له لا لا تذبح ابنك وهذا هو البديل هذا بدل من أن يذبح الكبش فواضحة فكرة فكرة الفداء هنا واضحة جدا إذن في القرآن طومد هنا وهناك ولكنهم يعتمون عليها والسؤال إن كان إبراهيم ها هو في القرآن يذبح وها هو في القرآن القرآن نفسه يتكلم عن فداء بزبح أين المسلمون من هذا الأمر؟ لماذا رفضوا فكرة الفداء بالدم الكفارة بالدم؟ ولماذا طومد في الحج في جزئية معينة ربما إذا أراد الرب نتناولها في موضوع آخر لماذا طومد هنا وهناك وأيضا يتم التعتيم عليها؟ طيب خليني أسألك هل حادثة واحدة هي حادثة واحدة في القرآن؟ حسب ما أنا فاهمة أنا مش مطلعة كثيرا على القرآن بس هل حادثة واحدة بتكفي أن نقول عقيدة الفداء هي موجودة في القرآن؟ وطبعا حادثة واحدة تكفي بكل تأكيد حادثة واحدة تكفي لأن نحن لا نتكلم عن إنسان يكتب عند الأحباء المسلمين هذه نصوص مقدسة كتبها الله قبل خلقة آدم فإذا نحن أمام نص مقدس ووحي إلهي فإن كان في الوحي الإلهي يتكلم عن الفداء فلماذا التغافل؟ ولكن هي ليست حادثة واحدة في حوادث ثاني طبعا وأنا أرجأت هذه الحادثة لهدف عندي سأشرح للأحباء المشاهدين لاحقا أي حادثة التي أنت أرجحها؟ أنا سأتكلم عن هابيل وقاين لأنه موجودة في الكتاب المقدس وموجودة أيضا في القرآن طيب يعني هابيل وقاين أو قابيل بحسب الإسلام قصته موجودة في القرآن؟ نعم كموضوع زبيحة أو قربان؟ قربان نعم موجود طيب أنت ستأخذ الأثنين نعم إسلاميا ومسيحيا صحيح طب تديلنا مسيحيا لأنه مسيحيا الجصة بتبقى مفهومة وكاملة وسلسة ما فيهاش تقطيعات كويس بكل سرور إذن أنتقل إلى سفر التكوين أربعة تفضل في الكتاب المقدس في التوراة والآيات من اثنين إلى خمسة وكان هابيل راعيا للغنم وكان قاين عاملا في الأرض وحدث من بعد أيام أن قاين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قاين وقربانه لم ينظر لحظة هنا عدة أمور كثيرة جدا يعني الكتاب المقدس ما عليش المخرج يرجع معي مرة تانية عشان المشاهدين يتابعونا يذكر هابيل ويذكر قاين الاسمين دول لم يردوا في القرآن إطلاقا إطلاقا لا وجود لهم ولا قاين حتى يعني لا هابيل في القرآن موجود ولا قاين موجود في القرآن خلاص قاين عاملا في الأرض لم يرد أن قاين عاملا في الأرض هابيل كان راعيا للغنم لم يرد في القرآن أن هابيل راعيا للغنم أن هذا قدم من أسمار الأرض وقدم الآخر من أبكار غنمه طيب إذن الكتاب المقدس يقدم الأسماء يقدم عمل كل شخص منيهم ويقدم قربان كل واحد منيهم القصة كاملة بالتفاصيل واضحة طيب هابيل قاين استلموا تقص القربان أو الزبيحة استلموا من آدم صحيح وإلا من أين عرف هابيل أن يقدم حملا أو كبشا للسيدة الرب للتكفير عن الخطايا طيب ليه إحنا بنشوف فيه اختلاف في نوع القربين أو نوع الزبيحة يعني هما استقوا من شخص واحد أبوهم فليه فيه اختلاف في تقديم القربان أو نوعية القربان ببساطة لأنه قاين حاب يبتكر من رأسه نظام جديد ليرضي بالله الله قدم حينما ألبس آدم وحواء أقمص من جلد سلم لآدم مفهوم الكفارة والزبيحة مارسه آدم وسلمه لقاين وهابيل قاين لم يريد أن يلتزم تماما مثل الأحباء المسلمين مع احترام لهم ابتكروا شيئا جديدا رفضوا الكفارة والزبيح والفداء وابتكروا أمرا جديدا لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم لا من يده ولا من أعمال يديه ولا من الأرض الملعونة أن يقدم أي شيء في ذلك الوقت كانت الأرض ملعونة بسبب الخطيئة هنا نرى قاين يبتكر شيء جديد ويريد أن يقدم من سمار الأرض طيما أنا وريتك الطريقة عن طريق آدم الطريقة للغفران للكفارة وكل هذا بيرتب لظهور المسيح له كل المجد الذي سيقدم دماه من أجل خلاص العالم إذن رغم أن المنبع واحد كما هو المنبع واحد في عقائد كثيرة ولكن هناك من يبتكر هل عشان كده عشان ابتكاره هو وخروجه عن الشيء يعني عايزه ربنا هل ده خلى ربنا يرفض التقدم بتاعته أو الزبيحة بتاعته هذا الجانب والجانب الآخر لأن التقدمة ليست هي التقدمة التي تصلح لغفران الخطايا ليست هي التقدمة التي تصلح أن تتقرب بها إلي فهناك قانون إلهي أنت رفضت القانون فزبيحتك مرفوضة أو قربانك مرفوض أنا عايز أقدم بس صورة للمشاهدين هنا أشارك بها المشاهدين هنا آدي هبيل بيقدم الحمل ومن سمان غنمه بينما قايين يقدم من أسمار الأرض لأنه كان هو بيشتغل في الأرض وهنا بنشوف فكرة المزبح والزبيحة والمحرقة فالموضوع كامل إذن بالنسبة إلى الكتاب المقدس واضحة فيه كل الجزئيات طيب إحنا شفنا خلال الآيات اللي انت قرأتها هبيل كان راعي غنم صحيح وقايين كان مزارع صحيح فكل واحد فيه يقدم من اللي عنده يعني هبيل قدم من الغنم اللي عنده وقايين قدم من الزرع لأنه مزارع تزنبه إي طيب؟ قايين إن هو يرفض ومن الذي قال أن قايين لم يكن عنده أغنام وبهائم نحن نتكلم عن أسرة واحدة هو بيشتغل في الأرض ده شغله ده تخصصه لكن من الذي قال أنه لا يوجد عنده أغنام وبهائم وهل لأن هبيل راعي للأغنام ليس لديه أرض والأرض واسعة كانت أمامهم لا الكتاب المقدس لم يقل هذا ربما فهم بعض الناس وحتى بعض المسيحيين أنه ما كان عنده أغنام من الذي قال هذا الكلام كتاب المقدس لم يذكر هذه الحقيقة لا الأغنام موجودة وهي ملك العائلة كلها ولكن هو حب أن يبتكر شيء جديد ويقدم من سمار الأرض ومن عمل يديه وهذا الأمر لا يستقيم لأنه ليس مع القانون الإلهي للغفران لغفران الخطايا فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة طيب خليني بس أشجع الأحباء المشاهدين أنهم يتواصلوا معنا عن طريق الإيميل أو عن طريق الهاتف وإحنا بعد شوية هنبتدي نأخذ المداخلات طيب ده بالنسبة ليه قيين وهابيل في المسيحية صحيح هل ممكن نبتدي في قابيل وهابيل في الإسلام وإن كنت لن أجدها في القرآن ولكن أنا أريد أن أبدأ في القرآن أولا سورة المائدة سبعة وعشرين وثلاثين يقول إله القرآن لرسول الإسلام محمد وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْنَيْ آدَمْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِي قدنا نتكلم عن القرآن يا إخوة هذا القرآن قدامكم في قربان تقرب به أولاد آدم إلى الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إذن هناك قربان إذن هناك ذبائح إذن هناك غفران طيب على أقل تقدير ألم يكن هابيل مسلما هابيل الصديق إذا كان هابيل مسلما ومارس واعترف القرآن أنه قدم قربانا لماذا المسلمون يرفضون هذا الأمر لماذا يعتمون عليه بس علشان المسيح والفداء والصليب وهم لا يريدون أن يلتفتوا إلى خلاصهم ويريدون أن يركزوا على عمل الإنسان الذي لا يجدي ولا يقدم على الإطلاق تبقى تدي كل القصة خلاص كده القصة انتهت شوفي هنا لم نعرف أسماء من أولاد آدم ولم نعرف إيه عملهم ولم نعرف إيه قدموا المهم قدموا قربان القصة مبتورة ناقصة بينما في الكتاب المقدس واضح الأسماء وعمل كل واحد ومن الذي قدمه كل واحد ولماذا قبل تقدمت هابيل ورفض فهناك إجابة في الكتاب المقدس هنا في القرآن لماذا لم يتقبل من الآخر ليه مش الاثنين قدموا قرابين نعم فيه طبعا خرافات رهيبة جدا في التفاسير حاولوا أن يجدوا السبب لماذا رفضت تقدمة قاين ولم يجدوا السبب لم يجدوا السبب المقنع لماذا رفضت بينما في الكتاب المقدس لأنها تقدم مخالفة لما سلمه الله لآدم نعم طيب فيه جزء تاني أنا مش عايز أطلع من الحتة دي إذا سمحت لي عندي مفاجأة عايز أعملها للأحباء المشاهدين طيب اسمحي لي نواصل عايز أعمل مقارنة بسيطة جدا بينما قرأناه الآن عن أولاد قاين عن أولاد آدم عفوا إسلاميا قابيل نعم يعني هما مش عارفين الاسم في القرآن ويغيروا الاسم يخلوه قابيل يعني هما خدوا من الكتاب المقدس الأسماء ويغير هما براحتهم أضافوا عليها الصبغة الإسلامية بالضبط كده طيب فأنا عايز أعمل المقارنة دي وعايز يعني أفاجئ بيها الأحباء المسلمين عشان يفكروا بس عشان ما يقولوش تاني في كبائر وفي صغائر آه في كبائر وصغائر اجتماعيا إنما في نظر الله أنت مخطئ ولو كسرت أي وصية لو كذبة أنت مخطئ ومطالب بالعدالة الإلهية هذا قانون الكتاب المقدس أجرت الخطيئة موت دي آية في الكتاب المقدس فما ديش تقول وتحايل نفسك أصلا دي خطيئة كبيرة ودي خطيئة صغيرة اجتماعيا نعم إنما إلهيا الخطيئة هي عصيان الله كبيرة ولا صغيرة طيب ما أريد أن أقيم مقارنة سورة المائدة 29 و30 كلام هابيل لقابيل يقول لأخوه إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه اللي هو قابيل فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين هابيل بيقول لقابيل نعم عايز يبوء بإسم اسم هابيل وإسم قابيل ده هابيل الصديق اللي عندي المفروض شمتان في أخوي يعني يعني نوع من الشمت طبعا أنا تاخد اسمي على اسمك وتروح بالنار اسمي اللي هو قتلك لي نعم واسمك ما هو قبل ذلك وعايز المخرج يرجع لي حتى هنا لو سمحته فتكون من أصحاب النار مين أصحاب النار دول خلوا بالكم الظالمين دول جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إيه اللي أنا عايز من الأحباء المشاهدين عايزكم تركزوا على الكلمتين دول الظالمين الخاسرين دول من الذي وصف بيهم قبيل القاتل الذي قتل أخاه كبيرا في الإسلام القاتل طيب ننتقل إلى الصورة اللي بعد كده صورة البقرة خمسة وثلاثين والأعراف تسعة عشر وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين من الظالمين الظالمين دول القتلة أصحاب النار أصحاب النار دول دول الظالمين أصحاب النار قيلت عن مين قيلت عن آدم من الظالمين لو عمل إيه لو بسكل من الشجرة والكلمة الثانية في سورة الأعراف ثلاثة وعشرين قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الخاسر القاتل اللي قتل أخوه عفوا القاتل اللي قتل أخوه هنا هو فأصبح القاتل من الخاسرين إيه اللي أنا عايز أقوله العايز أقوله كلمة الظالم والخاسر التي قيلت عن القاتل الذي قتل أخوه والذي أصبح من أصحاب النار هي ذات الكلمات التي قيلت عن آدم وحواء ظالمين وخاسرين لا قتلوا ولا سرقوا ولا عملوا أي كبيرا من ما يصنف عند الأحباء المسلمين كبائر لكنهم كانوا خاسرين هالكين وظالمين من أصحاب النار لمجرد أنهم أكلوا من الشجرة ده مش قرآنكم أحباء المسلمين ده القرآن بتاعكم أرجوكم انتبهوا إلى خلاصكم لا يوجد في نظر الله كبائر وصغائر الخطيئة أجرتها موت شوف نفسك قبل فوات الأوان طيب إحنا أنت قلت أنه التفسير فيها حاجات طيب قبل ما ندخل على التفسير بس اسمح لأخذ بعض المكالمات محمد من لندن مرحبا بك أهلا تفضل لو سمحت مرحب كثير من الوقت حد أسأل بالنسبة للأكل الشجرة لما أكل آدم الشجرة بالإنجيل يسمونه شجرة في معرفة طيب يعني ما كان آدم عنده معرفة قبل ما يأكل الشجرة يعني أكل الشجرة بشكل غريب طيب لما هو أكل بشكل غريب وما كان عنده معرفة ما كان عنده أي معرفة كيف يكون من الخطيئة كيف عمل زمد كيف تعتبر الخطيئة كيف تعتبر هذه الخطيئة قل لي يا أخ محمد عزيزي محمد حل هضرتك قراءة الكتاب المقدس نعم طيب كيف قرأت الكتاب المقدس وأنت تسأل هذا السؤال وأنت تعرف أمرين على الأقل الأمر الأول في سفر التكوين اثنين والرب الإله يقول لآدم لا تأكل من هذه الشجرة لأنك يوم تأكل منها موتا تموت إذن هناك معرفة لآدم وتحذير أن لا يأكل من هذه الشجرة تحديدا الأمر الثاني كيف قرأت الكتاب المقدس وفي الأصحاح السالس من سفر التكوين وفيه حينما أراد الشيطان أن يوقع حواء قالت له حواء من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموتاه فإذن كيف قرأت الكتاب المقدس عزيزي وفات عليك أنهم يعرفان جيدا الوصية الإلهية بل والعقاب الذي سيلحق بهما إذا أكلان من هذه الشجرة والحوار الذي دار بين الحي الشيطان وحواء يدل على أنهما كان يعرفان فليس كما تقول أنت ما كانت في معرفة طيب بس كيف تحل هذه التناقض ولماذا يسموه الشجرة في معرفة إذن تمام لماذا يقول يقول في الآخر وعرف أنهم أريانين ما كانوا بيعلموا هذه الأشياء تمام لماذا كان عندهم معرفة تمام إذن المعرفة هنا الجديدة التي حدست هي اختبار الشر يا أخ محمد آدم وحواء كانوا يعرفان الخير فقط يسلكان في الخير في القداسة الأمر الجديد عليهما حينما كسران الوصية هنا بدأت هناك معرفة جديدة اختبار جديد عصو الله فأصبح معرفة الشر أيضا موجودة وهنا فتحت أعين بهذه المعرفة الجديدة وهذا الشر الجديد الذي دخلوا ليرى بعيون جديدة عيون فيها شر فإذن المعرفة ليست فقط معرفة الخير ولكن اكتساب الشر كمعرفة جديدة أرجو أنك تكون وصلتك الإجابة يا أخ محمد نعم شكرا لك شكرا لك أخ محمد ربي باركك شكرا لك يا أخ محمد هو أعتقد أنه عنده خد شجرة المعرفة نعم ساب الخير والشر شجرة المعرفة وبالتالي هما ما كانش عندهم معرفة لما أكلوا وبطريقة غريبة بيقول أنا مش عارفة جاب من فين بطريقة غريبة أكلوا كأقل طريقة غريزية غريزية يعني هو كغريزة عاوز يأكل فأكل لا هو كان يعرف طبعا آدم وحزر من الشجرة وحواء في حديثة مع الحية كانت تعرف تماما طيب نأخد جون من إنجلتر ألو سلام ونعمة سلام ونعمة أهلا يا أخو وحيد أهلا يا أخو وحيد كل سنة أنت طيبين تعيش لكل سنة يا أخو وحيد موضوعي في الزبيحة الدم سنقسم لثلاث نقاط يريد تسمحهم بالضبط مني طبعا من تعرف عدد خمسة بيدل على الإنسان مش كده وتمانية بيدل على الكمال آآ من أول الخليقة من أول هابيل من أول هابيل آآ هابيل قدم زبيحة وربنا خذها كمحرقة وبعد كده سيدنا نوح قدم زبيحة وربنا أخذها كمحرقة وبعد كده إبراهيل قدم الزبيحة خداءا عن إسحاء واتخذها كمحرقة وبعد كده في الخلاص بتاع شعب بني إسرائيل لما الدم على عتبة الباب كان بالدم برضو قالوا الشعب إسرائيل بسك الدم وبعد كده الزبيحة الخمسة اللي هي بتاعت أهل إسرائيل الخمسة دولة كان بيدلوا كما جاء من العهد الأديم كله على الإنسان اللي هو الله أحد بالعالم وفجأ شعبه بدم ابنه الوحيد اللي هو يسوع المسيح الخمس زبائح اللي تقدمت عبل المسيح كلها كانت تحرق الثلاث نار من السماء بتنزل بتاخد الزبيحة المغبولة مش كلامي صح؟ أنا بسمى حاضرتك يا أستاذ جون اتفضل فجأ العالم كله لدم المسيح اللي هو كان بيتنبع عنه الحمل بنجد الخوان المسلمين في الضحية بيباحوا خروف بكفروا عن نفسهم خروف بيعملوا بيأكلوا فأنا عندي الزبائحة ثلاثة عنواع من الدم اللي هو الكفارة يعني ثلاثة عنواع من الدم في الكفارة في العائد الأديم كانوا خمسة دم كفارة بيدلوا على قدوم الكفارة اللي هو الإنسان رغب خمسة نزل المسيح ابن الله المتجسد وفاد نفسه كفارة على خشف الصليب لمسح خطيط العالم كله سواء مسلمين مسحيين عنده حرع الله أحب العالم وفاد بزل ابن الوحيد من أجل خلاصكم فكرتك وصلت يا أخ جون فكرتك وصلت شكرا لك معلش عشان عندنا مكالمات تانية ماجي من إيجب من مصر تفضلي ألو هلو أتفضلي سلام سلام ونعم شكرا لك هذا هو دمي المسفوك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا فإحنا بنؤمن أن دم المسيح ده بتههرنا من كل خطيط فقالي بقى للمسلم من النحية الإسلامية ليه هو بيتبح في عيد الأطحى الزبائح الحيوانية وهل هذه الزبائحة بتكفي لأن هي تخلصوا وأن هي تقيموا من الخطيط ومن الموت العبن فيه لو كانت هي كافية طيب ليه قالوا لهم في القرآن أو مذكور عندهم أنه هو فديناه بالزبح العظيم أنا مش شاطر أوه في الإسلاميات بس ليه مكتوب عندهم فديناه بالزبح العظيم ما هذا الزبح العظيم يعني مفهود المسلم بيسأل نفسه السؤال ده ولو المسلم ضامن أن فعلا الزبائحة الحيوانية دي هتوصلوا للجنة وأن هي هتقيموا فعلا من الموت الأبدي طيب ليه الرسول نفسه هو مش ضامن دخوله للجنة وهو نفسه قال لهم أنه مش ضامن دخول للجنة لو لا يتغمدوا الله برحمته مرسي لكم وسوري إذا كنت تطولت ويعني شكرا أن أنتم دايما تطولنا ربنا معاكم وإسنتكم نحافظ عليكم شكرا لك شكرا لك طيب أنا عندنا فاصل هنروح ونرجع نكمل ونأخذ بقية المكالمات والإيميلات مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم خليكم معنا في الحلقات القادمة من برنامج الدليل تناقضات القرآن ولو كان من علم بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هكذا حكم القرآن فهل سيصمد؟ الخطيئة جدية بين الإسلام والمسيحية هل هناك شيء اسمه توريس الخطيئة؟ توريس الخطيئة؟ تحريف مسيحي؟ أم عقيدة إسلامية؟ هذه المواضيع الهامة والحيوية تشاهدونها على قناة الحياة من خلال برنامجكم الجديد الدليل فترقبونا لا تنسوا الصوم والصلاة كل يوم أربعاء إن أحببتم أن تشاركونا تشاهدونها على قناة الحياة تشاهدونها على قناة الحياة تشير كل حاجة من دماغي إلا الإسلام سق أن هناك استجابة إلهي أنا عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسل مشاهدين أهلا بكم مرة تانية تابعونا في باقية الحلقة وباقية الموضوع وحيد لو ممكن تجاوب على الأسئلة ونأخذ باقية المكالمات هو طبعا ما في أسئلة هي مجرد مداخلات أنا بشكر الأخ محمد من إنجلترا وبشكر الأخ جون أيضا ودانا تأمر رائع الأخ جون عن الزبائح الخمسة ربي باركك شكرا لك أخ جون ونحب أنك تكون صديق دائما للبرنامج الأخ ماجي لماذا يزبح المسلم في الحج هذا موضوع كبير جدا يا أخ ماجي وأنا شخصيا كان السؤال دا يعني دائما سؤال هام بالنسبة لي لماذا ومن أين أتوا بهذا المفهوم ولماذا إذا أقام المسلم عمره ثم أكملها بالحج فيزبح وما دور الزبيحة كل هذا سنتناول بنعمة الرب القدير في حلقات منفصلة عشان نفهم مع بعض نفهم الأحباء المسلمين جيد أن نفهم هذه العقيدة منهم من المراجع الإسلامية فبشكر كل الأحباء اللي قدموا داخلات وأسروا النقاش ربي بارك حياتهم شكرا لك نأخذ صفوة من مصر أهلا بيك كنت أتكلم على ملخص العهد الأديم حضرتك كفدوة أو زبيحة اللي بينافق القرآن إنه هو لدي موضوع الفدوة خالص نبتدي من الأول بالأطمسة من جلد في العهد الأديم ربنا ما ينفعش كان يسامح آدم على أساس ربنا كلي الوجود وآدم اتدى يبقى محدود لما كلم الشجر عشان ربنا وعد لو كانت عملوا كنتراته مع بعض يوم تأكل من هذه الشجر آدم موتا تموت فحضرتك آدم دلوقتي لما خطي خطي أصاد الله محدود ما ينفعش ربنا يسامح لو ربنا سامح تبقى الخطيئة بالنسبة لنا مستباح عادي ربنا غفور ورحيم فلازم ربنا يبقى عادل وما يرجعش في كلامه فأنا بدي رمض حضرتك بالنسبة للأطمسة من جلد بديها رمض عادلة أوكي ثلاث ثلاث سنة جاء أبونا إبراهيم جاي يقتل إبنه ده بتعليمات من ربنا يعني على أطمس بيختبره وبيقدم أعادل ما عنده بفرض أنه هو إسحق أو إسماعيل مش دم وضعنا بيقدم إبنه فد فربنا قال له لا ما تقتلوش خذ الخروف ده مكان إبنك replace it يعني به أوكي بعد كده ده بديها رمض حضرتك العربية بعد 2500 سنة جاء السيد المسيح طبعا مش عايز أقول رمض لا ده هو ده الحقيقي على أساس كل العهد القديم بيشير كذا بقى أحر السيد المسيح السيد المسيح عش على الأرض 33 سنة وتصنب علشانك أكفارة الرموز بتاعته أقمسة من جلد العجلة العربية الخروف هو السيد المسيح بفرض أنه هو رمز المتطور عفوا 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 هنديله رمز الطيارة نيجي له القرآن القرآن مدام ربنا سنح آدم ومفيش أقمسة من جلد أوكي طب أنت بتتكلم على إسماعيل ليه أنه هو ربنا فده بكبش عظيم هو ده السؤال يا أصلاف هو ده أكبر سؤال تفضل اكمل ما أنا بتكلم في نقطة يعني هو مدام ما عندوش العجلة ليه بيتكلم على العربية دي حاجة مركبة أوكي يعني ده تطور لحاجة لازم تبتدي آلف به جيم عجلة العربية طيارة طب إمتى مدام ربنا سنح آدم ومعملوش أقمسة من جلد وآدم قصف من وراء الشجر في القرآن وربنا سمحه أولا ده مصيبة إنه ربنا يسامح آدم أساسا ربنا كده غير عادل صحيح دي نقطة تاني نقطة إذا نتكذب من خمس تلاف سنة دي تركيبة تاني من خمس تلاف سنة في الخروف اللي هو بتاع اليهود بتاعيد الفصح اللي هو ما كان سحقه وبعد تده يعقوب وجينا الموضوع الفصح ده الخروف بتاع اليهود من خمس تلاف سنة المسيحيين من ألفين وعحداشر سنة عندهم السيد المسيح ده ما كان الخروف أوكي طبع من ألف ربعمية اثنين وثلاثين سنة فيم الأضحية اللي عند المسلمين اللي هو العيد الكبير بتاعهم اللي بيقوله عليه بتاع سيدنا الراهيم فدى ابنه بكبشن عظيم اللي هو إسماعيل برغم أن القرآن مش قيل أنه هو إسماعيل على فكرة دي معلومة عرفتها قريبة لا لا ما قالش يا عزيزيزي محرد أنه هو إسماعيل ولا حتى لم يسكر على الإطلاق أن الزبيح إسماعيل لا في القرآن وكاتب التفاصيل عفوا سبعين وثمانين في المية بتقول أنه هو إسحاق صحيح صحيح طبع هو من خمات تلاف سنة بنتكلم على الموضوع بتاع الفصح والأضحية بمكان الخروف بتاع سيدنا إسحاق ده بتاع اليهود أوكي من ألفين وحداشر سنة بدل الخروف جيت سيد المسيح اللي هو الفدة بتاعنا الحقيقي اللي بنحتفل بيه كل سنة بغير ده ألفين وحداشر سنة طب من ألف وربعمية اتنين وثلاثين سنة فين الأضحية اللي قدمت في الفترة دي في مكة ولا المدينة بيقولوا أنه هو كناية اللي هو عيد الأضحية كناية عن قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل طب انت مالك باليهود يعني انت ليه بترجع وراء طب ما المسيحية ثابت إسحاق يعني احنا بنحتفل بالسيد المسيح بتاعنا واليهود لوحدهم قابلينا من خمسة ألف سنة ايه الجديد اللي عندك انت في الأضحية صحيح شكرا لك شكرا لك يا أخ صفوت شكرا لك وهو معكم شكرا محمد من ليبي محمد آلو أيوة تفضل أهلا أخي محمد مرحب بيك مرحب بيكم يا أخي محمد حصلت بك شبه اللي فات وقتع لي يا رافيق عايز نقوم الكلام اللي كان اللي كان قبع تفضل أهلا تفضل عزيز أنا بسمعك كنت نكلمك على السيد المسيح وقلت لك ولكن السيد المسيح آخي وحيد هذا الكتاب اللي كنت كانت حق عليه هو أتلي به السيد المسيح له كل المجد وكرمه هو بنفسه أبعت لي أخت هي ما أعرف هاش ولكن شفتها في رؤية بعد ما شفتها تشهور بعد ما شفتها أنا والرانب هي اللي ستجيب اللي الكتاب المقدس ونفس ما صار هي بالدات والأخت هاي من عفتها هي من الكتير وتعيش السورتان من عفتها في مرة واحدة ولكن الله شوف كيف يستخدم كل أي طرق عديدة أنا أخي وحيد لي كتير وطن خاص هو عيد على موضوع البرنامج وضوع ولكن لي خدمة خاصة ومليئة ذات المفاجآت ولكن أنا إنسان بسيط أخ وحيد حقيقة إنسان بسيط ما ما مغريبي يا أخ محمد هل ممكن تترك رقم تلفونك أنا حابب أتصل بك بعد البرنامج أو في أي وقت آخر إذا كان ممكن مع الإخوة هذا ببغيت نقول لك أنا خلاص نتحصل بيك أو تحصل بيك يكون صير بنفسنا ولكن أنا عايز هذا يوصل لكل مشاهدين مني أنا كبصير إنسان كبصير طيب أنا واضح هو يتكلم يقول أنه كان يصلي وبعدين الرب يسوع وراء رؤية في أخت معينة ستجيب له الكتاب المقدس فهو شاف الأخت في الرؤية هو ما يعرفهاش وبعد شهور شاف الأخت دي ويتجيب له الكتاب المقدس اللي شافها في الرؤية يعني ذكر تعبير رائع جدا أن المسيح بعث له الكتاب المقدس أنت إنسان مبارك يا أخ محمد وأنا بشكر الرب من أجلك كتير جدا يعني لو سمح لو سمح تسيب بس رقم تليفونك ما تنسى مع الأخوة عندهم عندهم رقمي طيب ممتاز شكرا لك يا أخ محمد ناخد مايكل أو ميتشيلا من كندا ألو ألو مرحبا سلام ربي سوء المسيح كون معك سلام نعم أخذ فضوى بدي أسأل بس سؤالي موجه للأخ وحيد اتفضل أنا العيز أعرف بعد موت الرب اليسوع المسيح على الصليب لأجل فدائنا من كل خطي الخطي الأساسي اللي تمت من خلال أبونا آدم ومن حوة أنا سؤالي هو بعد موت المسيح وقيامته هل أصبح قايين مخلص بعد قتل أخي هبيل معلش هل أصبح قايين مخلص مخلص من وقت سقود آدم لغاية بالوقت وده موضوع كبير وأشكرك أنك أنت بتتكلم فيه بتفاصيل أي حد ممكن يفهمها نشكر الله السؤال للموضوع الكبير ده فيه سؤال كبير برضه أنا أحب أسمعه من حضرتك يعني وهو هل الإنسان لما بينال الخلاص بالإمام بالمسيح وحسب ما المسيح أشار إليه إن الإنسان لما طلع صلى وقال أرحمني يا الله أنا الخاطئ والمسيح قال له نزل مبرر هذا نزل مبرر قال الحق أقول لكم هذا نزل مبرر يعني السؤال بتاعي هل خلاص الإنسان مضمون نهائي ما حصلش فيه تغيير يعني ما مليش الإنسان نفسه في النهاية أنه موجود حتى تاني غير ما أنه أبل الإمام بالمسيح ده السؤال ده أنا عايز عن إجابة واضح شكرا لك يا أخداني اتفضل يا محيد طيب مجددا أنا بشكر الأستاذ صفوت من مصر مداخلتك رائعة جدا يا أستاذ صفوت وأنا بهنليك عليها رب يبارك حياتك وبشكرك وأحب أسمع صوتك أخي محمد من ليبيا ما تصور مدى سعادتي وسعادة ملايين من المشاهدين اللي سمعوك النهاردة وعمل المسيح في حياتك وانت ذكرتني باختبار لشخص صيني حصل معه نفس الموقف كان يطلب الكتاب المقدس والرب أرسل له الكتاب المقدس عن طريق شخص لا يعرفه ربي باركك الأخة ميشيل بتقول هل أصبح قيين مخلص بعد موت الرب يسوع المسيح وقيامته هل قيين تاب أساسا هل قيين قدم عن خطيطه الرب يسوع المسيح كفارته كفارة لمن كان قبله ومن كان بعده لمن كان قبله لمن عاش حياة التوبة لمن أراد أن يعيش صالح وفق القانون والمنظومة اللي معاه وباصص إلى قدوم شخص المسيح دول اللي بينالهم كفارة المسيح لكن قيين هل قيين تاب حسب ما بنفهم أنه لم يتب قيين بل أن كل نسل قيين قيين اليوم ليس له نسل في البشر لأننا لم نعرف أن البشرية كلها انتهت بالطوفان والذي أسس الأرض من جديد هو نوح ونوح هذا يرجع إلى سلالة شيس ابن آدم الثالث الذي ولد عوضا عن هابيل فبالتالي حتى نسل ليس له ذكر فبالتالي هل هو تاب ولا لا فلم يتب إذن ليس له خلاص السؤال الثاني من أخونا دانيال هل خلاص الإنسان مضمون اسمع كلام الرب يسوع ما الذي قال له الرب يسوع قال أنا حي فأنتم ستحيون إرى رأيك في التعبير الإله هذا أنا حي فأنتم ستحيون إذن ضمان المسيح لخلاص المسيحي هو ضمان أكيد مئة في المئة ولكن النحية ضمن وصايا المسيح يعني مش أعيش حياتي الخاصة وأقول أنا مسيحي أنا ما بتكلمش عن النوع دخلي بالك المسيحي الإسمي لا لكن المسيح الحقيقي نعم خلاص مضمون في المسيح مئة في المئة وهذا وعد المسيح أنا حي فأنتم ستحيون فإن كنت تحيا ضمن وصايا المسيح وفي إطار المسيح فأنت ستنال هذا الخلاص لا محل ليس لأننا أبرار ولكن لا أجل صدق المسيح لأن المسيح صادق وأمين وهكذا قيل عنه في الوحي الإلهي وبالتالي لا يوجد شخص يضمن خلاصك غير المسيح لا يوجد على الإطلاق شخص يضمن حياتنا الأبدية ويضمن أننا سنخلد معه في المجد غير شخص المسيح وحيث أنه وعدنا بذلك وأنه ذهب ليعد لنا ذلك المكان نحن سعداء وفي يقين تام أنه سيأتي ليأخذنا لنعيش معه إلى الأبد وإن لم يكن هذا اليقين في حياتي كمسيحي فيجب أن أراجع نفسي ويجب أن أراجع إيماني وسقة في كلمات المسيح ولكن أكرر أنا أتكلم عن المسيحي الذي يعيش في إطار الوصية في إطار حياة التوبة والقداسة وليس مسيحي اسمي عايش حياته يقول أنا داخل السماء لا ده أنا ما بتكلمش عنه دي كانت مجموعة الأسئلة وبشكر الأحباء وبنتمنى نسمع أصواتهم دائما ومشاركاتهم رائعة شكرا لك إحنا عندنا بعض الإيميلات أولا عندنا طلبة صلاة إخوتي الأحباء سلام المسيح أنا أرجو رجاء في المسيح أن تصلوا من أجل الأخت بسمة فهي مريضة بسرطان الدم فأرجو الصلاة من أجلها والرب يبارك أنا بتوجه للأحباء المشاهدين الأخت بسمة سرطان الدم فكل المصلين يشتركوا بطلبة واحدة نفس واحدة وأكيد المسيح حيستجيب آمين وحنصلي معها برضو بنعمة ربنا نصلي مع الأحباء المشاهدين أيضا معنا إيميل من ماريو من هولندا بيقول وأيضا في صعيد مصر في قضايا الثقر عندما يتم الصلح بين العائلتين يتم تسليم كفا لعائلة المجن عليه وأيضا يطلب منه زبح زبيحة كفار عن القتل عندنا عادل من أمريكا الزبائح كانت تقدم في العهد القديم تكفيرا عن الخطايا وكلها ترمز إلى فداء المسيح فلماذا نقدم الزبائح في العهد الجديد ولم نتوقف إلى الآن نجد المسيحيين يزبحون خاصة في موسم السيد العزراء وهل هذه عادة صحيحة أم خطأ خليل سؤال لكل مسلم إذا كانت الأعمال الصالحة وحدها تغفر الذنوب فلماذا لم يصفح الله عن ابن إبراهيم إلا من خلال الفداء ألم تكن طاعة إبراهيم وابنه لله وحدها كافية ليتراجع الله عن قرار موت ابن إبراهيم خليل عندنا مازن أو إسحاق المسلمون عندما يصبحون زبائحهم يتوجهون دائما إلى ما تسمى القبلة أو الكعبة وإذا خالف هذه الشروط يعتبر حرام أكله ويسمونه اللحم القبلة هل بالإمكان أخي وحيد لماذا يتوجهون نحو القبلة السؤال أعتقد كده الإيميلات ممكن تعليقات والإجابة طيب بالنسبة للأخذ بسمة بنعمة المسيح نصلي وكل المشاهدين يصلوا معنا بالنسبة للأخذ بسمة ربي يباركها ويشفيها وإلهنا حي قدير قادر على كل شيء بالنسبة للأخ عادل أنا بسطة من سؤال الأخ عادل الزبائح التي تزبح في المواسم مثلا موسم السيدة العزراء وموسم مار الجرجيس وإلى كل هذه المواسم لكن السؤال يا أخ عادل من الذي قال أن هذه الزبائح تزبح لغفران الخطايا هذه الزبائح لا علاقة لها بغفران الخطايا على الإطلاق هذه الزبائح حما نذور واحد نذر نذر وربنا ساعده فبينذر هذا النذر ويوزع هذا الطعام للمساكين لكن ليس لكي يغفر خطيطه فخلاص زبيحة الصليب هي الزبيحة النهائية لغفران الخطايا فإذا إذا كانت الزبائح في هذه المواسم بهذا المفهوم وتعطى للفقراء والمساكين وليس لغفران الخطايا فإذا ليس فيها إشكالية لو غفران الخطايا المفروض في نار تنزل تحرك الزبيحة الأخ خليل والتعليق بتاعه لماذا إذا كان تم النجاح إبراهيم وإبنه إسماعيل إسلاميا وإسحاق مسيحيا لماذا تم زبح خروف هذا سؤال كبير جدا أنا أطرحه دائما للأحباء المسلمين أما في القبلة فالقبلة أيضا فيها إشكالية كبيرة جدا الأخ الذي سأل السؤال الأخير موضوع القبلة طب هو أساسا في البداية كان في قبلة ما كانوا بيتوجهوا إلى بيت المقدس حتى رسول الإسلام والصحابة وكل المسلمين وعادوا فترات طويلة جدا بيتوجهوا إلى بيت المقدس وخلي بالك كانوا في المدينة وخلي بالك جغرافيا عشان تكون في المدينة وتتوجه إلى بيت المقدس يعني الكعبة وراك كانوا سيبين الكعبة يا رجل الكعبة ليس لها أي علاقة بدين ولا برب ولا بإله وبعد ذلك نفاجأ في سورة البقرة على ما أعتقد 143 أننا نرى تقلب وجهك في السماوان وليل لك قبلة ترضاها يرضاها الرسول يرضاها مش هي قبلة يرضاها الله فتم لما طبعا رفضوا المسيحيين ورفضوا اليهود فاتجه إلى مشركي قريش وقبلة مشركي قريش الكعبة فلكي ما يكسب مشركي قريش توجه إلى الكعبة طبعا كانت موجودة قدامك وانت مدية ظهرك والمسلمون أعطوا ظهورهم للكعبة هذه هي القبلة لماذا تركوها كل هذا الزمان إذن موضوع الكعبة أيضا موضوع ليس مقنع خاصة أنها قبلة المشركين الوثنيين وكانوا يتعبدون فيها وما فعله رسول الإسلام إلا أنه تبنى كل ما كان يفعله المشركون وفعله وقدمه للمسلمين على أساس أنه عقيدة إلهية ولا علاقة له بالإله الحقيقي لأن لو الكعبة أساسا بناها إبراهيم كنا شفنا يهود بيروحه هناك مش دا سؤال منطقي يا أحبة مش دا سؤال منطقي يستدعي إنكم أنتوا تفكروا فيه مش إبراهيم دا برضو أبو اليهود لو إبراهيم بنى الكعبة ورممها زي ما أنتوا بتقولوا ليه ما شفناش يهود بيروحوا يحجوا ويطوفوا ما كانوا عايشين في المدينة وكانت مكة جنبيهم ليه ما كانوش بينزلوا ليه ما شفناش المسيحيين راحوا وطافوا حوالين الكعبة لا علاقة لها بإبراهيم على الإطلاق كعبة وسنية وشعائر وسنية يمارسها للأسف الأحباء المسلمون إلى اليوم طيب حتة بس عليك بسيط أنت بتقول أنه كان وهم بيتوجهوا لبيت المقدس بيدوا ظهورهم للكعبة حسب ما أنا بفهم أنه الكعبة دي شبه عرش الله والملائكة بتطوف حوله وإداهم الكعبة كمثال يعني أدوا ظهورهم لإيه يعني المفروض هذا الأهم عندهم يعني أنهم يدوا ظهورهم لمثال عرش الله أو على الأقل بيت في السماء وتطوف حوله الملائكة والملائكة هي التي بنت هذا البيت في الأرض ليكون مثالا للبيت الذي في السماء ثم آدم حجة إلى هذا البيت آدم نفسه حجة إلى الكعبة كلها يعني موضوعات وخرافات ألسقت ببعضها البعض وصدقها المسلمون وفقدوا خلاصهم للأسف طيب نأخذ بعض المكالمات كريستين من أوروبا ألو أيها السلام عليكم جميعا ههلا لأخذ كريستين ههلا مرحب بك سلام نعمة تفضلي أنا سمعت الجزء الأخير من الحلقة وهو يخص الخلاص وبالمناسبة دي أنا سمعت اختبار رائع رائع جدا على هذا الموضوع أخت كانت دعية إسلامية قرأت الكتاب المقدس وأعجبت بالتعاليم بتاعت الرب يسوع بطريقة يعني رائعة جدا ودخلك التعليم في قلبها بس الشيء الوحيد اللي ما كانتش مقتنع بيه هو يعني موضوع التسليس وحقول لحضرتك أولا الاختبار ده اسمه اسمه سماء السماء الثانية وموجود على الاختبارات اللي جات على السيد بتاع أبونا زكريا على البلتوب بتاع أعرف ما تتكلمين عنه أعرف جيدا أعرف حضرتك هذا الاختبار رائع فلما مامتها حست إنها اقتنعت بكلام الكتاب المقدس فكانت يعني تناقش هتقول لها طب ليه إحنا بنقدم الزبيح الخروف في العيد فمامتها بتقول لها علشان الخطايا بتاعتنا وربنا يغفر لنا وكده فقالت لها طب لو إحنا ولاد عمي هنقدم كم زبيحة قالت لها هنقدم زبيحتين هما زبيحة وإحنا زبيحة قالت لها طيب لو العالم ده كله من اللي يكفيه من اللي يكفي يكون كفارة عن زبائح العالم ده كله ومين اللي دمه يقدر يكفر قالت لها ما فيش غير الله ما مطع يعني نطقته قالت كده قالت لها وده اللي حصل بالفعل فعلا الله جاء في الجسد بس واستخدم هذا الجسد لخلاص البشرية كلها فالشيء بس اللي كان اللي كان مضيقها إنها عايزة بس تقتنع موضوع التسليس وزي الله يجي في الجسد فكانت كل ما تسأل سألت كتير وبعدين جاء أب قال لها أب كان قال لها اقري الأجزاء دي في الإنجيل فقارت الأجزاء وهي قعدة في الجنينة بتاعتها بتشرب فنجان قهوة هي كانت دفسة كمية كويس فهي بتشرب فنجان قهوة شربت جرس وفضل جرس فارغ في الفنجان القهوة فقعدت شيء كده فكر فيها بسرعة فبتقول طيب الحواء الحواء مالي لكون كله والله مالي لكون كله الحواء الحواء بيتكون من مثلا أكسوجين وسن أكسيد كربون ويدورجين طيب أنا عندي كاس الأهواء الفاضي اللي فيه جزء من الأهواء وأنا شربت الجزء فارغ طيب الجزء الفارغ ده ملاهي الهواء برضو طيب الجزء اللي ملاهي الهواء الخواص الطبيعية للهوى داخل فنجان القهوى لا تختلف عن الخواص الطبيعية لمال الهواء الجوي كله. طيب إذن لما الله يتجسد ويأخذ جسد لن يفقد الخواص الطبيعية. هتكون فيه نفس الخواص الطبيعية اللي فيه. ولما بدأ مخايد فتح بقى وتقرأ الآيات الخلق والآيات الرائعة في الكتاب المقدس والمعجزات الباهرة جالها إيمان وإحساس قوي جدا بأن الله قادر على كل شيء. شكرا شكرا لك يا أخت كريستين معلش عندي عدد من المكالمات أكرم من أمريكا ألو مرحبا أهلين تفضل شان صحيح إن شاء الله بخير مرحبا الساد وحيد. أهلا أخي أكرم ربي باركك بارككم شكرا. أنا عندي سؤال بلاز أحمد. تفضل لماذا وضع الله شرد على عدم وحواء لا يأكلون من شجرة الخير والمعرفة والمعرفة والخير والشرف مع العلم أنه كان يعلم بأنه سوف يعبدون معلش عيد السؤال ثاني لو سمحت نعم. لما وضع الله شرد على عدم وحواء أن لا يأكلون من شجرة معرفة الخير والشرف مع العلم أنه كان يعلم بأنه سيأكلون نعم. السؤال الثاني لماذا انتظر الله أكثر من ستالاف أو أكثر من ستالاف سنة وأرسل رب يسوع المسيح وما سيكون بمصير الشعوب قبل المسيح. نعم. وشكرا جزيلا والله يبارككم. الله يبارك حياتكم. شكرا لك يا أخ أكرم. أنا عندي لك مفاجأة. إحنا باقينا ثلاث دقائق. ماذا ممكن؟ صدقني فممكن تتجاوب على السؤالين. طيب رحب بالأخد كريستينو شكرا على المداخلة بتاعتك. رأي عربي باركك الأخ أكرم. بالنسبة لشجرة معرفة الخير والشر. أنا شرحتها في حلقة مش اللي فاتت عتاقت اللي قابلها. لماذا؟ وده سؤال طويل عشان أجاوب عليه بسرعة. لكن علم الله علم مطلق بكل شيء. والله كان ممكن يخلق كائنات مبرمجة زي ما كده عندنا ريموت كنترول. لكن هو فضل حسب تدبير الإله العظيم أنه يخلق كائنات عاقلة حرة مريدة. يعطيها عقل ويعطيها حرية وإرادة لتختار لتسلك كما تريد. وهكذا خلق آدم. نعم يعلم أنه آدم سيأكل. ولكن أيضا يعلم الله لأنك أنت استخدمت نصف الحقيقة وأنصاف الحقيقة غالبا ليست الحقيقة. لأن كما الله عالم أن آدم سيأكل. هو عالم أيضا أنه سيخلص آدم. هذه الحقيقة الكاملة. فالله لا يعلم جزء ولا يعلم الآخر. فإذا يعلم أنه سيسقط ولكن يعلم. وهذا باختيار آدم حر مريد. أراد أن يمارس حريته. والله يعلم أنه سيقدم له الخلاص. أما لماذا شجرت معرفة الخير والشر؟ أشجعك أنك ترجع للحلقة السادقة أو اللي قبلها. هتلاقي إجابة كاملة ومش سريعة. زي الله محتاجينك. لكن الإنسان لما عجز تماما خلال الآلاف من السنين جاء المسيح ليقدم الخلاص. أنا شايفك بتأشري ظاهر الوقت خلاص. سأكمل الحلقة القادمة. نحن فعلا خلاص خلصنا. المسيح يبارك حياتكم. معلش الوقت بيسرقنا. ما تنسوش بسمة. سرطان الدم. صلوا لأجلها. والمسيح يبارككم. موسيقى